أهلا بكم في النشرة الاقتصادية كاشف معهد المحللين الماليين المعتمدين عن نتائج استبيان أراء فعاليات أسواق الشرق الأوسط سنوية سادس والذي يوفر لمحة وافية عن أراء أعضاء من حملة شاهدات معهد المحللين الماليين المعتمدين في الشرق الأوسط وأكد المشاركون في الاستبيان أن أسعار نفط منخفض وعدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض الإنفاق الحكومي تشكل أهم ثلاث قضايا اقتصادية تعاني منها المنطقة عام 2016 كما أكدوا أن استراتيجيات تنويع الموارد الاقتصادية ستلعب دورا مهما في أداء أسواق المنطقة وأشار 33% من خبراء الاستثمار الذين شاركوا بالاستبيان إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم الاستبيان هو استبيان تقوم بجمعية المحللين الماليين اللي هي الـ CFI Institute كل عام قبل انعقاد المؤتمر اللي هو مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار هو مؤتمر ينعقد كل سنة في إحدى الدول في شامة خط الشرق الأوسط هو أول واحد كان في 2010 وتم في البحرين وانتقل بعد ذلك إلى عدد دول وللمرة الثانية بيرجع البحرين فهذا الاستبيان يتم إعطاؤه لجميع الأعضاء في جمعية المحللين الماليين اللي موجودين في دول خليج والأردن واللبنان وجاء عندنا حوالي 118 رد من الأعضاء ترجمة نانسي قنقر